حضرت وكالة الأدوية الفرنسية تجربة سريرية فضيعة كانت تجرب في إطارها جزئية لا تعرف آثارها على أكثر من 350 مريضاً مصاباً بباركنسون أو ألزهايمر في أجد الأديرة خارج أي سياق قانوني وكانت هذه التجربة غير القانونية تجرى بمبادرة من مؤسسة تعرف بصندوق جوزيفا يتولى نيابة الرئاسة فيها البروفيسور أنري جويو وبالإضافة إلى حضر هذه الأنشطة وهو قرار يعود للشرطة الصحية أعلنت الوكالة الوطنية لسلامة الأدوية والمنتجات الصحية إحالة القضية إلى القضاء وعلى أمل معالجة عدة اضطرابات عصبية مثل مرض باركنسون وألزهايمر والطرابات النوم